دكتور رامي القليوبي ضيفي من موسكو وهو الأكاديمي والمحلل الأساسي لنطلع أيضا على الرؤية الروسية لما يدور أهلا بك دكتور رامي وكما تعلم أن قوات حفظ السلام الروسية موجودة في هذه المنطقة الآن المتنازع عليها بين الطرفين هناك اتفاق تقول أذربيجان أنه تم الاتفاق عليه أن القوات الانفصالية كما تقول أذربيجان سوف تسحب معداتها هذا الاتفاق تم برعاية روسية إنجاز التعبير ما هي الرؤية الروسية لما وصلت إليه الأمور خصوصا أنه الكريمل كان يتحدث بالأمس قبل الوصول لهذا الاتفاق عن رغبة في أن يجلس الطرفان لعملية التفاوض هل يمكن البناء على هذه الخطوة الأخيرة؟ حتى الآن تصريحات كبار المسؤولين الروس بمن فيهم الرئيس لديمير بوتين تؤكد أن روسيا مرتاحة لهذه النتيجة للتصايد وحتى بوتين أعرب عن ارتياحه لانتهاء المرحلة الساخنة من الأزمة في كارباخ وصحيح من ناحية روسيا هي أهم حليف وشريك لأرمينيا وهناك التزامات متبادلة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجامعي ولكن بداية هذه الالتزامات هي تنطبق فقط في حال تعرضت الأراضي في العمق الأرميني للهجوم بينما روسيا لا تعترف باستقلال كارباخ وحتى بالمناسبة أرمينيا نفسها لا تعترف بكارباخ كدولة فبالتالي روسيا لا تقع عليها أي التزامات هنا سوى أداء دور الحكم التاريخي باعتبارها الدولة الشرعية للاتحاد السوفيتي بعد تفققه في عام 1991 من إضافة إلى ذلك العلاقات الروسية الأرمينية اتسمت في السنوات الماضية بنوع من الفتور على إفر الصعود روشينيان إلى سدة الحكم في عام 2018 على إفر الثورة المحملية أو هو يعتبر من وجهة نظر موسكو سياسيا مباليا للغرب فبالتالي كل هذا أدى إلى تراجع دور روسيا كحكم في منطقة جنوب الكوكاس بالإضافة طبعا إلى إنشغالها بالحرب في أوكرانيا وكل هذا أدى إلى تسريع عملية إحكام أفربيجان سيطرتها على كارباخ